ماما جاهزة؟ جاهزة كلمة بتحبي تسمعيها مني وليه؟ حاضر علشان ما بتقوليهاش كتير امتى بتحس ان انتي فخورة باية؟ لما بتعملي حلقة كويسة بأمانة طب امتى عيطتي من الفرحة بسببني؟ يوم ما تخرجتي من كلية السيدة لا ايه الموقف اللي انا دايقتك فيه جدا؟ موبايلك فصل شحن وكتش مسافرة جنني مش دايقني يعني ده اكتر موقف دايقك مني؟ ده اكتر موقف الحقيقة طيب هتعملي ايه لو صحيتي من النوم؟ مرأتينيش موجودة هدور على حد تاني انا كفو وانا اللي كنت خايفة عليك بالسؤال بتحبي تشيلي ايه في شخصيتي وتحطي مكانه ايه؟ التسرع واحط مكانه الهدوء والتقودة التقودة دي اهم حاجة اكتر موقف خفتي علي فيه؟ لما كنتش بتمتحني وكانت حرارتك عالية جدا كنتش بتكملي الامتحانات وابتدى الـ كان عندي الشيكين بوكس كده يظهر على وشك وانتي صممتي ان انتي تروحي الامتحان في الحقيقة كنت خايفة عليك جدا وكان القفة محلوة انك فعلا اغمى عليك يومها حصل برافو يا ماما فاك هل فكرتي في لحظة ان انتي مش فهماني؟ لا انا فاهمك كويس تعبتك اكتر وانا صغيرة ولا وانا كبيرة ولا ودعبتكيش خالص لا انتي صغيرة كنت هادئة وجميلة جدا ولو تتذكري انت احنا لما كنا في السعودية كنت بتعملي اعلانات وكنت كيوتة وجميلة وهدئة جدا لكن لما كبرتي لا كتيرت المجدلة ولكن لابقى سبيكي يعني خفتي علي اكتر وانا صغيرة ولا وانا كبيرة لا وانت كبيرة طبعا طيب وانا صغيرة كنت متخيلاني لما اكبر هبقى عاملة ازاي؟ يعني انت عند حسن ظني لكن يعني لسه احنا قدامنا درجات تانية وانا نقف ان انا عند حسن ظنك اه 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 عند حسن ظنك بس عليك انا بقى تفضلي ايه اول حاجة بتيجي في ذهنك لما بتسمعي كلمة ماما يا بحبك والبتجاز طب لو سحيتش من النوم ملقتينيش في حياتك هتعملي ايه؟ طب عايدي هدور عليك هدقيك يا طب عنتش يا مصممة بقى تحب تشيلي مني ايه؟ وتحطي فيها ايه؟ طب ممكن تهدي شوية طب ايه اللي بتلاقيه في صحابك ومش بتلاقيه فيها؟ قعدم تكرارك كرام كتير اه يعني اعمل ايه؟ ماهو ما بيأثرش لك كده؟ ايه الموقف اللي انا واجعتك فيه قوي ودايقك مني جامد؟ كان عندي كورونا وانتي كان في حاجة مدايقك مني بس مرضتيش تقولي فعملتي يعني اعملتي القصع فضلتي زعلانة وبالضايقة ودايقة وفترة كده بس انت اربع خمس سيئة اه افتكرت وفكرة ساعتها انا قلت لي افتكرت بس انت يعني زبطتي الاداء في ساعتها لما بيحصل سوء تفاهم او خناعة بيني وبينك بتقولي علي ايه؟ ده اول حاجة يومين وهتاتي؟ طب انا لما اكبر اكتر من كده وتخيلاني هبقى عاملة ازاي في حياتك لا هو دورك ثابت في حياتي ما تتخيلينيش اكبر من كده من فضلك دي اقصى حاجة ممكن اكبر فيها ايه اكتر كلمة في البيت بقولها وما بتعجبك ايش؟ اعملي سريرك ايه اكتر نصيحة قلتها لك وبتفتكريها دايما وفرقت معاك احترمي نفسك عشان الناس تحترمك دايما حاولي تعملي اللي عليكي ودايما ما تعمليش حاجة تخافي ان الناس تعرفوا